مشاهدينا بأخبار الولايات المتحدة الأمريكية وبرضو دلوقتي أنا لقيت أنه نزل تسجيل بترجمة عربي للكلمة بتاعة دونالد ترامب في لاس فييجس برضو نشوف زميلي يشوفوها ويحددونا وقت منها لكن كان بالأمس دونالد ترامب كان في زيارة لبورتريكو اللي طبعا يعني تعرضت بشكل كبير لدمار شديد جدا بسبب إعصار ماريا وإعصار كمان كان إرما قبلها أشهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد وصوله إلى بورتريكو بالعمل الجيد اللي أنجز بعد وصول الإعصار ماريا إلى هذه الجزيرة الأمريكية ولكنه برضو هنا بقى قلل من خطورة هذا الإعصار فكان بيتكلم عن إعصار كاتيرينا هو هنا جاه يقعد الأول فقال أنا ما سلمتش عليكم وكلكم بدأ يسلم ونستخد مع السلفي المهم يعني أنه في الكلمة اللي بدأها دونالد ترامب كان الكثيرين الحقيقة انتقدوا هذه الكلمة لأنه قالك أنه المفترض أنه في ناس عندهم يعني شايفين أن مصيبتهم أكبر مصيبة فلما هو حاول يبين أن المصيبة بتاعتهم أقل من اللي حصل في إعصار كاتيرينا فقالك يعني مهما كان هم شايفين أنه المصيبة بتاعتهم كبيرة ما ينفعش أبدا أنك تقول لهم أنه أنتو اللي حصل عندوكو ده أقل من اللي حصل في كاتيرينا في إعصار كاتيرينا فاللي هو وقع في نيو أيرليونز عام 2005 يعني يقعد يقول لهم أنتو مات عندوكو كام طب أنتو فاكرين في إعصار كاتيرينا كان مات كام يعني في النهازة بقول لكم كان في ردود فعل شوية انتقدت هذا الأمر يعني ترامب كان بعد ما وصل لقاعدة عسكرية بتبعد حوالي 15 كيلو متر شرق العسامة سان خوان فكان بيقول هو ده في القاعدة العسكرية دي وهذا التجمع كان بيقول طبعا كل قتيل هو رعب بحد ذاته ولكن انتو شفتوا يعني شفتوا كارسة كاتيرينا وإزاي أنه قتل مئات الأشخاص فيعني انتو بتكلموا هنا على عدد بسيط الكتل عندوكو برضو لو انتو شفتوا هتلاقوا يعني كان انتو عندوكو 16 قتيل مقابل الآلاف في إعصار كاتيرينا والإعصار ده كان أوقع أكتر من 1800 قتيل في منطقة نيو أورلينز ولكن عسار ماريا أوقع في بورتريكو 16 قتيل زي بيقول لكم كان بس يعني الكلام بيتقال انه مش مفروض كان يقارن المقارنة دي وخصوصا انه كان فيه أمور كتيرة عن تأخر المساعدات اللي رايحة لهم عن انه تأخر زيارة دونالد ترامب ليهم عن حاجات كتير فيها تقصير ويعني كان فيه هجوم من قبل مسؤولين في بورتريكو على دونالد ترامب ولكن هو خلاص رواح زور الدنيا التقى ببعض الناس في أماكن الأماكن اللي حصل فيها دمار وعدهم بأنه طبعا هينقش الأمر ده بأنه هيكون فيه مناقشات في الكونجرس علشان خاطر يكون فيه يعني تعويضات بأموال كثيرة يعني اللي حصل لهم في بورتريكو نيجي بقى النقطة تانية اللي هي موضوع كوبا وأنه كان حصل في السفارة الأمريكية في كوبا هجوم من نوع غريب محدش عارف الهجوم ده نفت كوبا أن هي تكون وراه زي موجات معينة بتأثر على السمع بتأثر على حاجات ممكن تكون في المخ ودي طبعا موجات معينة كده كان بعض الناس بتقول لك أن دي ما بتبقاش موجودة للأجهزة لزي كده غير مع الحكومات ولكن حكومة كوبا نفت أن يكون لها أي علاقة بالهجمات الصوتية اللي حصلت على موظفي السفارة الأمريكية كان وقتها على طول بعد ما حصلت الهجمات دي كانت الحكومة الأمريكية أمريكا استدعت الناس كلها اللي كانت في السفارة في كوبا ودلوقتي حاليا بقى طردت الحكومة الأمريكية 15 دبلوماسي كوبي من واشنطن وأمهلت السلطات الأمريكية الدبلوماسيين الكوبيين أسبوع للمغادرة إدارة الرئيس ترامب قالت أن هي هتسحب كل الموظفين الأمريكيين من سفارتها في كوبا وأنه ده الهجمات أثرت على 21 موظف في السفارة الأمريكية تسببت الهجمات دي بحالة من فقدان السمع دوار غسيان نفت كوبا أي علاقة لها بهذه الهجمات وطبعا لكن ده كان أنه سحب دبلوماسيين وإدوهم أمهلوهم فرصة اللي هي كانت يعني أنهم مجرد أسبوع للمغادرة كان رد فعل من كوبا أنها أحتج وزير خارجية كوبا على هذا الموضوع وقال لك أنه هو غير مبرر معرفش إزاي غير مبرر وإنت عندك هجوم حصل لدبلوماسيين في سفارة أمريكا عندك وبتقول أنه هو هجوم غير مبرر يعني طب مين اللي عمل هذا الهجوم فقال أن يعني قررت الحكومة الأمريكية أن هي تطرد 15 دبلوماسي وأن ده بيعتبر يعني كده هيبقى فيه قطع العلاقات وأنه بيقول أنه هو يعني الزريعة اللي استخدمت لتبرير هذه الخطوة يعني غريبة يعني ولا مبرر لهم معرفش برضو هو تعليقه إزاي بيقول كده يعني لما يبقى عنده دبلوماسيين في مكان في السفارة ليه في أي بلد ويتعرضوا لهجوم زي كده يعني لازم يكون في رد فعل طب مين اللي قام بالهجوم ده طب بعمله أي تحيات طب بقول لهم أي حاجة لكن ده كان الحقيقة القرار اللي خدته أمريكا ورد فعل كوبا فيه برضو بالنسبة للموضوع يعني برضو طبعا بالرغم من كل الأحداث اللي حصلة للحوايدس دي لكن ما زال موضوع الاتفاق النووي الإيراني على السطح وزير الدفاع الأمريكي جامس ماتس كان بيقول أنه كان بيدعم الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران وقال أن الولايات المتحدة قادرة على التأكد من التزام إيران بالاتفاق وأنه لازم الاتفاق ده نتأكد تتأكد أمريكا أنه بيخدم المصالح الأمريكية وقال لدونالد ترامب أنه ينبغي أنه يعني يبقي على هذا الاتفاق وأنه هيكون فيه بحث لكل هذه الأمور نيجي برضو للموضوع المستمر بالنسبة لكوريا ودونالد ترامب برضو كوريا الشمالية والاتهامات بتتهم الولايات المتحدة بإعاقة التنمية ده كان اتهام جديد من كوريا الشمالية سفير كوريا الشمالية للأمم المتحدة اتهم بالأمس الولايات المتحدة بالعمل على إعاقة التنمية الاقتصادية وده بسبب طبعا أنه هو أدان العقوبات المفروضة على الدول الفقيرة في محاولة لتدمير الحضارة العصرية العقوبات الاقتصادية اللي فرضتها الولايات المتحدة على الأمريكية على كوريا الشمالية على أساس أنه طبعا ردا على التجارب النووية اللي بتقوم بها كوريا الشمالية فقال سفير كوريا الشمالية في الولايات المتحدة أنه هتتحمل أمريكا ضريبة هذه العقوبات وأنه يعني هيكون فيه رد فعل لأنه طبعا العقوبات دي بتعوق بناء القوة الاشتراكية وفي نفس الوقت برضو كان فيه منقشة في الجامعية العامة حول أهداف الأمم المتحدة للتنمية العالمية من أجل القضاء على الفقر المتقع فهو أخذ الفرصة دي في الفعالية دي في الأمم المتحدة وأدان الولايات المتحدة الأمريكية على العقوبات اللي وجهتها نحو كوريا الشمالية بالنسبة برضو فيه جدل شوية حول من وقت للتاني كان صعد على السطح كده شوية وبعدين هيدي تاني أنه فيه كلام وتقارير إخبارية بتزعف محطات أمريكية أنه دونالد ترامب غير راضي على تيلرسن اللي هو وزير خارجيته وأنه هو يعني هيفصله في قرب وقت تيلرسن كان النهاردة في مؤتمر صحفي قال أنه هو باقي في وظيفته طالما أنه هو بيحدد الأهداف اللي بيطلبها منه دونالد ترامب وأنه ما فيش أي حاجة خالص نفع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسن التسريبات الصحفية اللي اتحدثت عن نيته في تقديم الاستقالة نتيجة لعدم يعني ارتياح دونالد ترامب أو عدم رضا دونالد ترامب عنه تيلرسن قال أنه هو لم يفكر مطلقا في الاستقالة ويمؤكد التزامه بجدوى الأعمال الرئيس وأنه هو الحقيقة طالما أنه هو من اليوم الأول هناك ثقة من الرئيس دونالد ترامب فيه فبالتالي هو موجود وبيحقق وهدفه أنه يكون يعني أو يعني ما يقوم به تيلرسن بيكون مفيد لتحقيق أهداف دونالد ترامب أو الأهداف اللي هي للحكومة الأمريكية أيضا صارع دونالد ترامب للتغريد على حسابه في تويتر عقب تصريحها طبعا اللي هي الان بي سي نيوز فقال قصة الوزير تيلرسن والنائب بانس أخبار مفبركة يجب عليهم تقديم الاعتذار بيطالب الان بي سي نيوز لأن هي اللي عرضت هذا الأمر وأن هي عملت وأن هي أطلقت فيك نيوز برضو مزيفة أخبار مزيفة وأنه المفترض أن هم كده سبقوا سي إن في الأخبار المزيفة دا الكلام اللي بيقولوا دونالد ترامب وفي نفس الوقت بيطالبهم طبعا أنه بيطالبوهم بالاعتذار سواء تيلرسن أو سواء دونالد ترامب بيطالبوا الان بي سي لاعتذار عن هذه الأخبار المفبركة طيب أخبار الفيديو اللي بعتناه بالنسبة للكلمة بتاع دونالد ترامب قبل ما ندخل على البحرين هل نقدر نعرض منه جزء كده يعني احنا ناخد منه جزء لانه زي ما قال حضراتكم دي كان من حاجة بسيطة وهنشوف بس ايه هي يعني روح الكلمة اللي قالها دونالد ترامب بالنسبة لهذا تعليقا وهو موجود في لاس فيجاس بعد الهجوم الشديد اللي حصل في اطلاق النار تخفيف آلامهم نحيي رجال الاسعاف الذين استجابوا لأداء واجبهم ونت أسف على روح من قتل من رجال الشرطة حتى هذا الهجوم البغيط وأحيي عائلات الضحايا والتي حرمت من أقربهم كل أمريكي فقد زوجته زوجة أمه أو أباه ابنه بنته نعرف جيدا أن الألم الذي تشعرون به أنتم أو نحن معكم وسنبقى دائما إلى جانبكم هنا في قسم الشرطة تتذكر أحد الأقرباء مننا شارلز هارتفيل الذي قتل هذا الأسبوع كان هذا الضابط هارتفيل شخصا استثنائيا كان من المحاربين القدامة وموته وفاة مأساوية لقسم شرطة هنا ولبلدنا من الصعب علينا أن نفسر لأبنائنا مثل هذا الشر مثل هذه القساوة مثل هذه المعاناة ولكن بالطبع ما يحدد هويتنا هويتنا ليس العنف أو الكراهية التي رأيناها بل ما يحدد هويتنا شجاعتنا وحبنا والخير الذي نجده نجده في قلوب الناس يمثل منارتنا وهذا يذكرنا بأن أرواح من فقدناهم في اطمئنان في الجنة هنا على سطح الأرض نتمتع بنعمة الأبطال الذين يحيطون بنا ورجال الشرطة وقفوا وقفوا لتوجيه الناس ونجدتهم وقف ضباط الشرطة لكي يجدوا مصدر هذه أو هذا النار الذي كان يطلق على الناس لا أحد يمكن أن يصف الشجاعة التي أظهرها رجال الشرطة والأمريكيين بصفة عامة مساء الأحد وواجه الكراهية في الحب والشجاعة رأينا رأينا أبغض وأفضل ما في البشر رد الأبطال كان رائعا وأظهر الأمريكيون أمريكيون شجاعة لنجدة قرباء لا يعرفونهم ونود أن نحيي الأبطال الذين تدخلوا خلال تلك الليلة الفضيعة بما في ذلك رجال الشرطة لسيما تايلر بيترسون وطانا غيرلي وأرون ستولكر المدني الضبط بيترسون كان وقمت بكل ما بوسعي وما وجدته لكي أوقف النزيف نزيف الجرحة وصديقة آرون لازلت في المستشفى يمكن زي ما سمعتم جديدا هو ركز على طبعا تعزية للأسر وفي نفس وقت هو برضو يحاول يركز على المجهودات اللي قاموا بيها بعض الضباط وبينعيهم وبيحكي عن بعض الضباط اللي كانوا راحوا ضحية هذا الحادث الإرهابي فيه برضو فكرة موضوع أنه هو حادث إجرامي ولا إرهابي وشوية جدل كده مصارحة حول الموضوع ده وأنه أمريكا التعريف بتاعها إجرامي 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 وأنه برضو بيبص دايما بيستنوا لو هو شخصية من العرب بيبقى كده خلاص إرهابي لو هو شخص أبيض بيقول حادث إجرامي هيا ما بتبقاش قصة كده لكن طبعا لأنه في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية زي ما شفتوا حكاية إطلاق النيران فدايما بيكون فيه يعني اعتبار في الأول أنه يعني بيعتبروا أنه إجرام محادث إجرامي وأنه نتيجة للأمراض نفسية بس زي ما بيقولكم في هذا الحادث حادث لس فيجس في حاجات كتير مختلفة عن شكل حوادث إطلاق النار للحشود اللي احنا متعودين عليها في الوطن المتحدة الأمريكية وبالتالي في انتظار التقارير اللي ما زالت مستمر للكشف عن دافع وراء هذا العمل الإجرامي الإرهابي يعني لتنين بقى انا هقولوكم لتنين إجرامي وإرهابي في نفس الوقت من العملات الإرهابية برضو اللي حصلت النهاردة كان في في ليبيا مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمستاشر في تفجيرات انتحارية كانت مجمع المحاكم في مصراطة في ليبيا مصادر ليبيا أكدت مقتل مقتل أربعة وإصابة خمستاشر بسبب التفجيرات الانتحارية اللي استهدفت مجمع محاكم وإنه هذا الحادث الإرهابي تم من قبل الانتحاريين دخلوا عفوان خلال محاكم خلية لداعش في مصراطة وإنه كان الإرهابيين بيحاولوا يهربوا الدواعش وده قدى الاشتباك بالأسلحة الرشاشة مع الأمن الليبي الانتحاري فجروا نفسه داخل قاعة مجمع المحاكم وقد ما أدى لسقوط عدد من القتلى وإنه فيه اعتقاد ان احتمال تزيد عدد الضحايا يعني فيه واحد فجر نفسه تقريبا جهو واحد برا المهم ان هم انتحاريين نزام بيقولوا وداعش بالطبع لنتمسؤوليتها عن هذا الحادث فيه حادث آخر كان النهار ده برضو الصبح فيه امام الملحقية العسكرية الاردنية في باريس دي كانت دراجة نارية امام مبنى الملحقية العسكرية الاردنية في باريس انفجرت وكان فيه ادرار محدودة في بعض العربيات اللي كانت متوقفة امام المبنى وانه ما فيش اي ادرار من العاملين في الملحقية وما يعني ما تقلش يعني هل ده كان سبب عطل ولا ارهاب ولا اي ادي المنظر اللي انتوا شايفينه ما تقلش حاجة لكن كان فيه حادث في البحرين من يومين كان ذكرت لحضراتكم اللي هو كان تفجير ارهابي اصفر عن اصابة خمسة من رجال الشرطة اثناء تمين قوات عزاء احد يعني فعاليات العزاء والداخلية البحرينية اكدت على صفحتها الرسمية تويتر ان الجهات المختصة تباشر اجراءاتها وانه مصدر مسؤول بمزارة الخارجية السعودية كانوا بيقولوا انه التفجير اللي وقع في العاصمة انه قال ان فيه تفجير يعني ارهابي وقع في العاصمة البحرينية واصفر عن اصابة عدد من رجال الشرطة واكدت موازرة اكد المصدر موازرة المملكة العربية السعودية للشقيقة مملكة البحرين ضد هذه الاعمال الارهابية نيجي بقى الحادث دمشق اللي احنا قلنا لحضراتكم عليه اللي كان في مركز قسم شرطة دمشق تنظيم الدولة الاسلامية علنت مسؤوليتها عن الهجوم على دمشق اللي هو كان حصل منذ يومين والتنظيم قال ان فيه تلات عناصر من تبعين ليه هما اللي شنوا الهجوم اللي قودى بحياة 17 شخص داخل قسم شرطة دمشق في فرنسا كان فيه تم عثروا على قنبيلة واعتقلوا شخص وزير الداخلية الفرنسي كان قال ان السلطات عثرت على العبوة ناسفة خارج ممنى سكن في باريس وان الشرطة نفذت اعتقالات بعد ذلك وقبضت على شخص معتنق الفكر المتطرف العبوة ناسفة اكتشفت في الحي السادس عشر بباريس مساء الجمعة وده طبعا الامر اللي قال ان هو بيدل على ان باريس معرضة او ان فرنسا معرضة لخطر الهجمات الارهابية اكثر من اي وقت مضى عبدوا على الشخص ده مع عدة اعتقالات وان هو اللي كان وراء هو الوضع هذه العبوة الناسفة اللي كانت في الحي السادس عشر بباريس كمان في النهاردة برضو كان خبر اعلنته وزارة الدفاع الروسية عن اصابة زعيم جبهة النصر ابو محمد الجولاني في ضربة للطيران الروسي الدربة دي نزلت عنها بعض الصور عندنا الصور التانية عندنا فيه صور كانت المشاهد اللي هي بيدربوا فيها المكان بالضبط كده من سباتنك الدفاع الروسية نشرت فيديو اصابة زعيم جبهة النصر ابو محمد الجولاني في ضربة للطيران الروسي لم يعني لم تدلي بتصريحات عن هذا المكان اي مكان ولكن اعلنت انه كان فيه مقتل اتناشر قيادي ميداني من جبهة النصر نتيجة ضربة جوية من الطيران نفذت من الطيران الروسي وبدأت بقى بعض التقارير اللي بتحاول تقول من هو ابو محمد الجولاني ويعني هو طبعا معروف ان هو زي ما قلت لحضراتكم منذ قليل ان هو زعيم جبهة النصر وبدأوا يشوفوا ايه تاريخه وانه اتقال من قبل الدفاع الروسية انه اصيب باصابات خطيرة لكن جبهة النصر منذ حالي ساعتين تلاتة كده نفت انه يكون تعرض لأي حاجة وقالت ان هو بخير وبيمارس مهامه في نفس الوقت فيه برضو بعض المصادر من سوريا اللي قالت ان الهجوم ده حصل في احدى المطارات اللي معروف سيطارة جبهة النصر عليها ده بالنسبة لهذا الخبر